اشتركوا في القناة ستكون نهاية أسبوع ماطري وعاصفي وهيك بدأنا ندخل أكثر في الأجواء الشتائية ولذلك ندعو كل المشاهدين بكل مكان أخذ كل الاحتياطات الموجهة من كل الدوائر المسؤولة عن هذا الموضوع بعين الاعتبار من أجل حماية حياتنا وبالأخص على الشوارع لكل الصائقين والصائقات وبعيدا عن هذا أيضا في قرانا ومدننا العربية بدأنا نشتم رائحة أعياد الميلاد المجيد ويفصلنا شهر تقريبا عن عيد الميلاد المجيد الشهر القادم لذلك تابعوا كل برامج قناة مساوى لكي تشاهدوا كل ما يتعلق بعيد الميلاد المجيد مباشرة من الأراضي الفلسطينية أيضا في الداخل وأراضي الضفة الغربية كريسمس فلسطيني هذا العام مميز بطبيعة الحال ككل عام أيضا الأجواء هنا مميزة ودافئة بستوديو شو بالبلد سنتحدث اليوم عن موضوعين مختلفين تماما سنتحدث في الفن وفي العمل السياسي بالفقرة الأولى سنتحدث عن بلبزر هذا المشروع الفني الموسيقى الذي سيقدم في الأيام القليلة المقبلة للفنان الشفاعمري أو الموسيقى شفاعمري سعيد سلباق عرض مختلف جدا موسيقى مختلفة جدا ومضمون مناسب للحالة الاجتماعية والمجتمعية بطبيعة الحال التي نعيشها في البلاد وفي كل الشرق الأوسط وفي المحور الثاني سنتحدث عن العمل السياسي في الاغتراب وبالأخص عندما نتحدث عن الفلسطيني في الاغتراب كيف يرى العمل السياسي وكيف يرى القيادة السياسية في الاغتراب نجحة نظره كفلسطيني سينضم الدكتور رائف حسين في المحور الثاني أما حاليا حان الوقت لنرحب بضيفي الأول لهذا المساء الفنان سعيد سلباق فضل أهلا سعيد بسال خير هلا كيفك تمام كيفك رادي كيف أنت والأجواء هيك الشتوية اللي بالأخير والله جميل جدا 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 جنة بفكر كمان بالشتة في محل أكتر يمكن بكل الإبداع سعيد بالأخص موسيقى ورحمية بطبيعة الحال بتقعد جوه يعني أكتر بدون ما تحس إنك عم تخسر الشمس أو تخسر الحياة اللي برا رائع بلا بزر رح نفوت بكل تفاصيله العرض بحيكون في الأيام القليلة المقبلة عرض حامل معاه كتير رسائل حامل معاه كتير مضامين مختلفة يمكن مش متعودين نسمعها بشكل عام ولكن هيك البداية سعيد إذا بدأ أرجع معك لدخولك عالم الموسيقى كان مختلف نوعا ما بدأت من البيانو تحولت إلى آلة العود وكان غريب لقي لي أنه تكملة هذا العلم كانت في لندن صح وسألتك آلة شرقية بقلب لندن حاصمة الغرب يعني شو اللي صار معكم فالبلندن عقالي شرقية كيف تندمج مع موسيقى وفنانين موسيقيين من الغرب يعني أنا بطبيعة شغلي من البداية كان كل الوقت بهذا المجال لأنه التعاون مثلا بيني وبين أكرم حداد اللي هو بيعزف بيانو فبطبيعة الحال أنت بشكل والأوتومات حطيت مع بعض الشرق والغرب اللي مختلف كان بلندن هو مش قضية دمج الشرق مع الغرب إنما أكتر التفكير الموسيقي تبعها والفلسفة الموسيقية تبعتها يعني بستوقفني قضية الفلسفة الموسيقية لا شك إنه يعني الفلسفة الموسيقية بالموسيقى الشرقية هي فلسفة كتير عميقة ويمكن مختلفة عن كل أنواع الموسيقى في كل العالم قديش اليوم الغرب عنده فضول يعرف شو فيه في الكلاسيكيات الشرقية وقديش مهتم اليوم بالفنان اللي عم بيجيب آلة شرقية بحثة زي العود مهتمين جدا أنا اتفجأت يعني بالبداية بتعرف أنت طالع ولا مرة أنا عاشت غاد كان لنا تجارب موسيقية بس ولا مرة لفترة طويلة ودائما كانت علامة السؤال هاي بس اتفجأت بصراحة يعني بعد ما مرأوا أول شهرين ثلاثة صاري يكون فيه عروض بشكل تلقائي وكتير بواب انفتحت فبتقبلوا يعني الموضوع كتير بسلاسة وعندهم فضول كتير كبير لأنه زي ما تقول يعني ياخي اليوم العالم زغير وإحنا بعصر الكل بيشوف كل إشي فمن الطبيعي أنه حتى الموسيقى وحتى الفن يصير فيه دمج حلو القضية الدمج يعني دمج اليوم بعصر العالمي ومع تطور التكنولوجيا صرنا كتير فعلا نسمع يعني أغنيات غربية فيها دمج لآلات شرقية أغنيات شرقية فيها دمج لآلات غربية بالوقت يمكن اللي إحنا ربينا سعيد على قضية أنه الآلات الشرقية هي تابو من المحرمات اللي لازم يجب أن تقدس هاي الآلات وممنوع المس فيها وبالأخص عن جد لما بتحكي على أهلي زي العود اللي اليوم عشان تعرف أنه هاي الفرقة الموسيقية هي شرقية بحتي ضروري يكون موجودة العود صح قديش أنت لما في عندنا هاي الفكرة قديش أنت مع الدمج قديش بتشوف أنه صحة بنفس الوقت وقديش بتشوف أنه ما بضر بالأصالة تبعة الموسيقى الشرقية الأصالة تبعة الموسيقى الشرقية هي خصلة يعني إذا بدك تتخيلها نشبهها بإشي هي زي شعلة وبدك تحافظ عليها وبالنسبة للدمج يعني زي وزي أي شي تاني فيه دمج اللي بتحسه ناجح وبحكي معك وبنفس الوقت محافظ على كيان كل نوع موسيقى مختلف اللي تم الدمج بمحل واحد إذا كان بعرض أو إذا كان بمقطوعة فأنا براي الشخصي يعني لما بيكون الدمج بهاي الطريقة الواعي والناضجي وإنه ما بيزيل من خصوصية أو شخصية أي نوع من أنواع الموسيقى المدموجة هو اللي بيعطي النتيجة الناشحة وهذا مش إشي هوي لأنه كمان مع كل معتقدات نوع زي ما أنت حكيت يعني الواحد ما تكوك في راسه شغلات عن الموسيقى وعن الألات حتى عن كيف تحكي وعن كيف تتصرف وكيف تقعد إلى آخره فكان صعب بالبداية بخبيش عليك كان صعب جدا يعني أنا بتذكر أول كان صعب عليك تتقبل هاللفكرة؟ صعب تلغي الغرابة في بتحس غرابة أنك أنت أوكي ماسك عود يعني أنا بتحكي طلعت يمكن كنت عم بصر لي أعزف حول 13-14 سنة إشي هيك ومتعود على السياق معين اللي ضمنه أنت بتعزف على هاي الآلة ونوع موسيقى معيني ففجأة أنا بذكر أنا وصلت متأخرا على التعليم يعني كانوا مبلشين هني صار لين شاهر لأنه كان في شوية مشاكل بأضايا الفيزا وأول حصة كانت إشي بتعلق بالموسيقى التجربية وطول العود يا سيدي طول العود شو فكرة المحاضر كانت إنه بركة جايل ريب تعزف لنا على العود بالكريدت كارد مسكنا الكريدت كارد وبلشنا نطلع أصوات فيه وأنا بس بدي إنه الأرض تنشأ وتبلعلي مش فاهم إنه يعني شو اللي كريدت كارد فمع الوقت لأنك بتنكشف لهذا العالم وبتنكشف لهذه الطرق وبتشوف إنه الجماعة بصراحة بقولك يعني مش إنه بتهبلوا أو بيستهزئوا لا هن عندن فكر مختلف عندن فكر يمكن إذا بدنا نقول أوسع شوي على موسيقى ووصلين لوضع إنه الموسيقى كمان هي أصوات هي مش بس الموسيقى المعتادة اللي إنا بنعرفها ويمكن هذا اللي أنت اليوم عم بتروح عليه بنمطك أو بنهجك الموسيقي سعيد حبيت تجيب جو جديد اليوم على البلاد حبيت تطلع فكرة جديدة حبيت تحكي عن حالات من خلال الموسيقى اللي بتقدمها أو بالأخص لما بقول حالات عم نحكي عن المجتمع صح عم نحكي عن الحياة اليومية اللي إحنا عايشنا أنت ابن شفا عمر أنا ابن الناصري الشباب كل واحد المصورين كل واحد من بلد وكل موضوع بحكي معنا كلنا قديش بداية كان سهل إنك تعرف عن شو بدك تحكي عن جد وقديش من فوقت كان صعب أنت منها كمان عم تحكي عن حالك صح وعن تجربتك كيف أنت شايف الإشي تماما طلع تجربة لندن وضحط الإشي واحد إنه عشان تأخد إنبوت أو مادة اللي هي بتدخل عليك أنت وتفكر فيها وبتحللها وبتطلعها في طريقة موسيقية بدك تكون عايش في بيئة معينة لأنه الصعب إنك تكتب عن الحالة في محل معين وتكون في محل تاني أنت مش عايش غاد بتعرفش فمن ناحية ملان عن إيش ينحكي ملان يعني لدرجة نفتح أزاز السيارة ونزد تسبالي منه لبرا يعني ملان الصعوبة بظن الله هي بأكمل شغلي أولا كيف تجيبها في طريقة اللي ما تنرفضش يعني اللي قبالك يحس إنه والله أوكي فيه جوهر وفيه موسيقى معينة وفيه فحوة اللي هو بيحكي معي لما أسمعه يعني عناصر تاني هي أي ألاف تستعمل للإشي اللي هو التكنيكل قبل ما نفوت على التقنية خلينا بكل قضية المضمون لأنه كمان كتير مهم سعيد اليوم أسهل إنك تيجي بعمل فني إن كان موسيقي إن كان مسرحي إن كان تمثيلي إن كان غنائي أسهل إنك تيجي توصل رسالي أو تجلد نفسك أو تجلد مجتمعك من إنك تروح وتقولها تطلع على التلفزيون وتقول يا عمي أنا بزعجني قضية إنك بترمي السجارة مش وبك السيارة أسهل لك اليوم كموسيقي؟ إنه أركز على الجانب السلبي لا الأصد إنك توصل رسالي من خلال الفن أهوان من إنك تحكيها بشكل مباشر وبشكل واضح؟ لا بصراحة أصعب أصعب لأنه كمان دور إنه بدك تعمل مثلا أنت عندك فكرة معي أنا ممكن أحكي لك إياها أنا بدك تلاقي طريقة إنك تعبر عنها بطريقة موسيقية فصفة إنه للتعبير فكرة اللي هي بالراس بدك كلام ممكن تعبر بطريقة موسيقية بحت بدون كلام بس صعب يعني بظل مفتوح للتحليل وصعب إنك توصل الفكرة اللي أنت قصدها بالزبط فبتنبنى القضية من إنك أول شي تكتب الكلام تلاقي تصفصه في طريقة مزبوطة ومهضومة إنه المستمع يفهمه يفهمه ويقبله كبيراً يفهمه ويقبله طبعاً لأنه إذا بتقاتل بالك دوسكر الباب فأنت بس إنه يعني أو أنا على حالي بشوف إنه المسئولية هي إنك تشوف تحلل وبس تعبر عن رأيك ففي عندك آيدل بحياتك سعيد صح الكبير زيادة رحباني صح وزيادة رحباني طبعاً ما حفظ اللقب إنسان كان لما بده ينتقد يبدع في النقيد وكتير مرات كان يجرح بس الناس تضحك صح وبالنهاية عم بحكي عن الناس يعني عم بحكي عن كل واحد عم بتضحك عليه شو اللي بميز هذا النوع من الفن كيف لما أنت عم تنتقدني أو عم بتسب علي أنت عم بتوصلني إلى محل أضحك بتخيل لك الني صافي بالنهاية بظل إنه الأصد إيجابي والني صافي فالطبيعة الحال يعني أنا سامع الناس بتحبوش شيلي لزياد يعني وبعرفش إذا كان هو من ناحية المضمون اللي بيحكي أو من ناحية الموسيقى اللي بيكتبها أو من ناحية شخصيته كيف بيحكي بس فيه نسبة بالجيل الجديد اللي هو يفاهم الراس السخري الهادف خلينا نسميه واللي هو زياد هو شخص زياد فبظن لك عم بزيد التقبل ولما فيه هدف بتخيل إنه هذا الإشي بخلي الناس إنها تفتح وتتقبل أكتر قداش اليوم المتلقي وإذا بدأ أحكي عن المتلقي المحلي بالداخل الفلسطيني عنده القوة إنه يجي على عارض لسعيد يسمع مقطوعات موسيقية يفهم شو بده مني سعيد من المقطوع وأطلع أحلل وأطحن راسي وأقول يعني عزاد قدي؟ موجودة بس أنا بظن إنه بتعلق على أي نوع موسيقى عم نحكي يعني البوب ميوزيك البوبولر ميوزيك اسمها على مهي البوبولر ميوزيك لإنه الناس بتستقبلها أكتر بتخيل لك عناصرها أبسط مقلوفة أكتر بتجيب جو اللي ممكن يدخل أسرع بس إنه عنا يعني فيه تلقي اللي عم بزيد أنا عم بحس إنه فيه فرق عم تطلع للأسف نوعا ما الفرص عم بتصير برة لسبب أو لآخر بس التلقي عم بزيد يعني الناس عم لإنه زادت نسبة الناس اللي تعلمت موسيقى واللي انكشفت لهذا العالم وفهمت إيش الأشياء الأسس تبعة الموسيقى اللي بتتكون منها الموسيقى وإيش بتطلب عشان تعمل عرض إيش يعني بصير الواحد عنده القدرة إنه يحلل شو عم بسمع فبظن إنه عم بزيد بتزايد بتزايد ممتاز بس بتزايد بإطار شريحة وحدي ولا عم بتشوف إنه عم بحكي على شرائح عمرية ولا عم بتشوف إنه اليوم أهلينا مثلا على سبيل المثال مستعد يتقبل هذا النوع من الفن ومستعد فعلا إنه يحللوا إنه يحاول يدخل لدماغ سعيد ويفهم سعيد شو بده ممكن زي ما قلت فيه شريحة عمرية حتى واضحة أنا على عالم الفيسبوك جديد لما فيه أدوات تحليل بالفيسبوك جد تعرفها بتورجيك شريحة العمر ومين بيهتم وبأي منطقة فواضح إنه فيه شريحة معينة اللي مهتمة بهذا النوع من الموسيقى أكتر من شريحة أخرى بس يعني إذا بقول من ناحية طموح أنا طموحي أصل لوضع إنه أقدر أخاطب الكل ما فيش شك ما فيش شك أكيد هذا الطموح نطلع نشوف مقطع موسيقى من نوع منحكي على هذا النوع من الموسيقى نشوف مقطع موسيقى لسعيد ونرجع لنتابع الحوار ونحكي بشكل مطول عن عرض بلأ بذر موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البلد من الاحتلال العثماني بهذه الفترة ووصل لمحلات كتير منيحة وكتير كبيرة وفيه تفاصيل فيه شخصيته اللي بتخليك تقدر الشخص كشخص والمبادئ اللي ماشي حسبها والفلسف اللي ماشي فيها واستعماله للقوة واستعماله للسلطة ففيه اشي كان نظيف فاتوصلت معه كتبنا هاي المقطوعة اليوم اذا بدأ اشغل هيك عملك عفوا اذا بدأ اسمى عملك الموسيقي اليوم مع هذا العالم الجميل بقدرك اشبهه بقضية الترجمة لما انا بقرأ نص باللغة الانجليزية على سبيل المثال وباجي بترجمه للغة العربية بس لما انا باجي بترجم من انجليزي العربية بيكون واضح ان انا عم بترجم كلمة بكلمة هون انت عم بترجم لموسيقى صح يعني الكلمة بتترجم نوتة يمكن او الجملة بتترجم جملة موسيقية فالسر عن جان سؤال رهيب سؤال حلو جدا لانه عادة ان بلاحظ انه هاي الاسئلة بتنسألش على الجانب الفن اللي بعرفش شو بدك تسميه اللي جاي من وين الوحي او كيف الاشي بيصير فيه اشياء بقدر احكي عنها واترجمها وافسرها كيف صارت لانها تقنية بس فيه اشياء لا يعني مرات اذا بتيجي مجموعة نغمات وراء بعيد على باله الواحد اكيد هي بتيجي نتيجة تفكير بحالة معينة فرضا خلينا ناخد على سبيل المثال ظاهر والمقطوعة وسيرته الذاتية يعني باول مقطع من المقطوعة بتحس انه فيه بطوء معين بالبداي صوت خفيف صوت رايق وبعدين بيصير فيه تسارع وبكبر الالات بتزيد واللي هو عمليا كان تعبير عن مسيرته اللي هي هيك كانت في هذا الشكل وكبرت في طريقة كتير سريعة فانت بتحلل القصة وبتحط عنوينها الأساسية ومن غاد بتشوف كيف ممكن تعبر عنها في طريقة موسيقية هذا جانب التقني المنطقي خلينا نقول تبع الموسيقى بس اللحن نفسه كيف بيجي مش عارف في كتير يمكن عناصر اللي بتوصلك لمحل تقرر انه بدي هاي المعزوفة أو هي جملة الموسيقية تحكي عن حالة قوة هي جملة الموسيقية تحكي عن حالة ضعف هاي عن حالة حب هاي عن حالة كراهية يعني في كتير شغل دماغ ملان عن جد آه ملان وبالأخص لأنك انت حدا عايش الحالي يعني اليوم بتيجي بتعمل موسيقى بتعمل موسيقى عن حالة عايشها دارسها قريها شايفها مظبوط فبيكون أسهل عليك سعيد بيكون أسهل آه بيكون أسهل بكتير في مرات ممكن انت تكتب موسيقى عن حالة اللي انت متخيلها فانتازيا فانتازيا أو حالة معينة اللي انت موجود فيها أو جو معين سائد اللي انت بدك تطغيل لما المستمع بده يسمع شو انت كاتب بس أكيد أسهل إذا في حالة اللي انت بدك تعبر عنها اللي انت عايشها أو واقع اللي انت عايشه أنا شخصيا عندي كان صعوبة بالتعبير عن الحزن الجانب الحزن ولا مرة كان يطلع جانب الحزن ولا مرة شغلك الحزن هادا هاي إشارة منيحة هاي أحنا هاي أحنا وبسطين إن شاء الله ما يشغلش حدا يا سيد وصلا ما تعرفش تلحلنا الحزن يا أخي روح إن شاء الله عرفنا عرفنا بالعكس يعني تسريبي منيحة بتصفي لأنه في عندك طاقة معينة اللي بتيجي من الإشي اللي انت حاسه يا بتسربه بأنك قاعد بالقوضة بالعدمي يا بتسربه بشي مقطوعة وبمشي فعلا بتسربه بإبداع خلينا هيك أنه بتسربه بإبداع فهاي ما كانتش الحالة موجودة لحد 2014 لما صارت الحرب على غزة بال2014 غاد كان أول مرة اللي طلع معي لحن اللي له علاقة في حالي حزيني ونكتبت طبعا المقطوعة لغزة بوقتها كمان مقطوعة غزة موجودة عندنا جورج مزبوط المقطوعة الثانية بالفيديو بنفع نسمع منها مقطع؟ تمام خلينا طلع نسمع مقطع من مقطوعة غزة ونحكي عن هاي المقطوعة على وجه الخصوص ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع هاي المقطوعة يلي حملت قسم غزة وطبعا يعني متل ما منعرف انه حتى بهاي الفترة يعني قطاع غزة لا يعيش أفضل حالات وما زالت هيك الهجمات مستمري وتتكرر على قطاع غزة يمكن هيك أخدتنا لحالي هاي المعزوفي سعيد اللي للأسف غزة دايما عم بتعاني يعني غزة مش بس عانت بـ 2014 أو بـ 2010 أو بـ 2009 ومش من زمان يعني الأسبوع الماضي كمان كان في ضربات موجهة على غزة وبهاي الفرصة كمان نحيي الفنانر والعازر اللي كان لها جزء في هاي المعزوفي احكي لنا شوي عن مقطوعة غزة مقطوعة غزة بالـ 2014 لما صارت الحرب على غزة طلعوا مرات الواحد يعني ما يعني صعيب توصل صورة عامة على كل إشي كيب بيصير ووين بيصير ويوصل لكل الأطراف بس أنا متأكد كان في كتير ناس في الحال اللي يعني بقول عن نفسي وعن الجماعة اللي حوالي اللي هو جو الصحاب والعيلي والآخري كتير كان صعب المشاهد اللي كانت تبين والأشياء اللي كانت تصير كتير كانت صعبة تعرف هم في كمان صعوبة سعيد بإنك بشكل عام الموسيقى هي رمز للفرح صح هذا اللي أنا أصدته بقصة أنه أول مرة قدرت أعبر عن الحزن في هاي المقطوعة لأنه صعب فيه كمان عند الناس بشكل عام يمكن كمان هذا اللي أصدته الموسيقى مربوطة مع الفرح فأه ما كانش سهل فحتى بترجمة الأحاسيس بيكون في صراع معين بأنه أنا بدي أكون سعيد من خلال الموسيقى لأنه الموسيقى هي أدالة الفرح بس بنفس الوقت بدي أحاول أوصل رسالة لمشاهدي كتير قاسية أنا عم بشوفها هم برجعنا كمان لقضية الترجمة كيف بترجم صور وأحاسيس من خلال آلات موسيقى دقيق جداً وكيف أنت أصلاً بترجم كيف اللي كاتب المقطوعة بترجم شو يعني حزن هو بالآخر اللي بحتم على النتيجة إيش تطلع فأه ما رأت فترة مش سهلة وكان قبل صفرت أنا لأنه أنا طلعت برية البلاد بالألفين واربعة عشر وبتعرف صار الواحدان التخبطات يطلع ما يطلعش وبالناحية تاني مش قادر تعمل إشي يعني أنت بس بتقدر تتطلع فهاي خلفية هلا المقطوعة وكمان في شطر مكتوب كمان نص في آخرها اللي هو كان بعرفش زي هداء الغزة وهي الغزة فمنبعت الانتحية إن شاء الله كمان نبعت الانتحية أكيد وعندنا كتير مشاهدين بقطاع غزة وإن شاء الله بيجي اليوم اللي نعزف فيه مع زفات فرح وهيكا وننشرها بقطاع غزة ونعزفها على مسارح غزة شعب غزة جبار جبار جبارين لأنه مع كل اللي بيصير بيضل فيه موسيقى وبيضل فيه فرح وبيضل فيه قوة للحياة صحيح خلينا نروح على بلا بزر العرض الخاص فيك مع طبعا مجموعة من الموسيقيين تفاصيل عن العرض وين ترح يكون وين رح يكون شو رح نسمع بالعرض شو رح نشوف عد شانين بدنا نعرف أوكي منقولكو بلا بزر العرض رح يكون بستة اتناش يوم خميس الساعة تمانية ونص بقائد كريجر بحيفة والعرض فيه مواد اللي هي مخلوطة بين مواد انسترومنتال آلاتية بدون كلام ورح يكون فيه اغنيتين اللي أنا ملحنين ومكاتب كلماتهم وعالاغلب نعمل كمان اغني اللي هي معروفة الخطة الكبيرة بصوت مين الاغنيات رح تكون انتي و الاغنيات رح تكون بصوت مونة بكري مونة بكري من البعني من ابعت لها تحيي ومين هيك كمان لننصف كمان كل العزفين طبعا ضروري نذكرهم الموسيقيين اللي رح يكونوا موزعين من مناطق مختلفة منش في عمر أكرم حداد رح يكون على آلة البيانو ومن منطقة القدس وبيت صحور عندنا من القدس معاني الغول رح يعزف اقاع ومن بيت صحور تشارلي رشماوي رح يعزف قتارة بيس هنا في شغلة مهمة كمان لازم نذكرها الصراحة اللي صارت معنا وراء الكواليس مرات الواحد بتوصلش لبرة وضروري انها توصل احنا التخطيط الاولي كان المفروض ينضم لنا محمد نجم يعزف كلارينات وناي محمد نجم بالاصل من بيت لحم ومقيم بفرنسا صار له أكمل سنة بطبيعة الحال بده يقدم لتصريح عشان يقدر يفوت صحيح فهالمرة اتفض أمني والاشي اللي هو عرقل كتير بتخطيطات العرض ومؤسف جدا انه فعلا يعني هي بالطبيعة المؤسسة بتخرب التخطيط والجو اعتدنا يمكن سعيد على هاي الحواجز هاي المعيقات امام المبدع الفلسطيني وبالأخص لما منتحدث على عرض موسيق وإبداع بقلب بلده بفلسطيني للأسف الشديد وعلى أمل انه هيك يعني بالأيام المقبلة نكون غادرين نتغلب على كل هاي العرقيل ويقدر المبدع الفلسطيني يقدم إبداعات بتأمل بتأمل احنا بنهاية الأمر بنقول إشي واحد إنو الحواجز قد ما تكون خميلي تنكسر بنهاية المطاف صحيح ويعني مع كل الحب محمد ليجين بني آدم رائع وأنا صرت أنكت معه ويقول له طيب يا أخي الكلرينيت سودة وطويلة وخطري يعني مشكلة إنه بدك خطري يمكن عشان يكرا فضوك بس منوجه له تحية كتير كبيرة وفي هاي المناسبة بدنا نشكر كمان روبير أيوب من الرامي اللي هو وافق يشارك معنا كبديل لمحمد ورح يهزف ناهي معنا بالعرض برضو رائع والسؤال الأخير يمكن كتار ناس عم بسألوا على قضية التسمية ليش بلا بزر يعني بنفعش يفوت جاي معكس بزر يسمعوا يسلطن وإنه تخيلش أكمر أسألوني بالمحرمات بتتبع بزر البطيخ ما بتتخيلش قدي لا هي من المحرمات ويعني منيح نمشان اللي حاطتها المحرمات غيري صار مسكرها هاي الزاوي بس لا الفكرة إجت بصراحة من من حديث مع ستي مع جدتي بنقعد من آهر ببعض ونتخرف مع بعض كتير وبحب أسمع كيف كانت الحياة بوقتها عجيلهن وبحب أسمع أكتر تحليلها للوضع للحياة الموجودة إسه الله يطول بعمرها بتعرف لما تحيي كمان آه تحيي كتير كبيرة إم يوسف فالواحد اللي شايف كتير بيكون عنده منظور وفكرة تانية وبقدر يشرح لك كيف كانت وكيف صارت فبشي مرحلة صار الحكي على الجيال الجديدة والآيباد والتلفونات ونفتح موضوع إنه من حب الفواكه مثلا في جيل بحب الفواكه بلا بزر فطيخ بلا بزر شمان بلا بزر تفاح عناب بلا بزر وكأنه تضحط الصورة وصارت تتمسخر علينا إنه جيلهن البلدي اللي مع بزر وجيلها اللي بحب بلا بزر رائع فطلعت آه وبتهدف أكتر إنها باركيني قدر كمان يصير التواصل أكتر متواصل بين الأجيال المختلفة يعني آه الصغير يقدر لكبير وتعالوا احضروا موسيقى بلا بزر مش معقدة بتقدروا طهو دموها تبلعوها بشكل كتير سالس وتطلعوا مع كتير مواد للتفكير بلا بزر سعيد سلباك شكرا جزيلا على حضورك كل النجاح وتوفيق سعدت أكيد بلقائي معاك ومنحب نشوف كمان وكمان شباب فلسطينيين مبدعين كل واحد برجاله وجايين يحكوا عن هالمجتمع من أجل تصليح هذا المجتمع والنهود يمكن تصليحك المكبيرة النهود بمجتمع أفضل صح إنه نتحرك نمشي نحو الهدف صحيح شكرا سعيد سلباك شكرا لإلك كل النجاح مشاهدينا ستة ناعش تنسوش بقاعة كريجر بمدينة حيفا عرض بلا بزر لسعيد سلباك مجموعة من المعزوفات المختلفة والخاصة جدا وأيضا مجموعة من الأغنيات الناقدي بجو جميل جدا أنا رح أكون السعيد رح يكون ومنحب أنه كثير منكم يشاركونا في هذا العرض رح نطلع إلى فاصل وبعد الفاصل سنترك باب آخر مختلف تماما سنتحدث عن الفلسطيني في الاغتراب اهتمامات الفلسطيني أينما كان في أوروبا في أمريكا أو حتى في الدول العربية ووجهة نظر الفلسطيني المغترب بكل ما يتعلق بالقيادة السياسية إن كنا نتحدث في فلسطين وفي دول الاغتراب مع دكتور رائف حسين بعد الفاصل خليكم معنا وعودنا لمتابعة المشوار بالجزء الثاني وكما ذكرت قبل الفاصل سنتطرق للحديث عن موضوع متعلق بالشأن السياسي والقيادة السياسية بطبيعة الحال فكم بالحال إذا كنا نتحدث عن هذا الموضوع من وجهة نظر مغترب فلسطيني متابع للشأن السياسي والحركة السياسية في الداخل الفلسطيني وأيضا في مناطق الضفة الغربية وأوعدكم بحوار مثير للغاية مع دكتور رائف حسين مساء الخير دكتور أهلا وسلم مساء النور ألف شكر إليك بداية الحمد لله على السلام يعني وصلت بسي لك أكم يوم بالبلد بعد غياب 15 سنة عن البلد صحيح؟ للتصحيح بعد غياب 20 سنة عشرين سنة أخر مرة كنت على ما أعتقد مثل ما حكينا بمنتصف لألف وتسعمية وتسعة وتسعين ألف وتسعمية وتسعين كانت الزيارة الأخيرة خلينا نبدأ الحوار من الاختلافات دكتور يعني عم نحكي عشرين سنة اليوم إحنا 2018 تسعة وتسعين شو اختلف شو شفت جديد بهالكم يوم اللي أنت فيهم بالبلد أمور عديدة حقاً طبعاً جغرافياً اختلفت بناءً اختلفت سيارات اختلفت لننوه بس أن حضرتك موجود في ألمانيا أنا عايش مقيم في ألمانيا ولكن لسعاتي طبعاً بأنه الناس ما اختلفت الناس طيابة الناس واللي زاد إيجابي وهذا فرحني كمان هذا الصوت الشبابي طبعاً من يتداول السياسة بتطلع على الصوت الشبابي مش على الكبار على الجيل الآخر وهذا شيء مفرح جداً جداً هذا تغير وتغير إيجابي فعلاً نهضة الحراك الشبابي هيك اللي برزت بأسنوات الأخيرة بالأخص في العمل السياسي أيضاً سنتطرق لإلها بتوسع أكتر دكتور كما ذكرت حضرتك موجود في ألمانيا مقيم هناك متابع لكل ما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية وكل القضايا المتعلقة بالمجتمع الفلسطيني من خلال التكنولوجيا المتطورة طبعاً يعني إحنا هذا بهاي المرحلة لازم نشكر هذا التطور التكنولوجي دعنا نتحدث بداية عن المغترب الفلسطيني وخصوصية هذا المغترب يعني يمكن مش كل مغترب بيكون عنده فضول كل الوقت يعرف شو عم بيصير ببلده إلا الفلسطيني طبعاً الفلسطيني هو صاحب قضية بغض النظر من أين ما أتى أو شو وصل أي درجات وصل هو صاحب قضية المغترب تعلقوا بالقضية بزيد لأنه بصير في عنده شعور بإني أنا بتعدت عن الوطن بتعدت عن الساحة الأولى بتعدت عن أهلي بتعدت عن أصحابي عن أصدقائي عن شعبي فبصير عنده حب العطاء مضاعفة هو عنده قضية وعنده شعور بإني لازم أعطيه مقابل ما بعطوه بالأرض حتى أسمي حالي في الخارج أسمي حالي فلسطيني يعني إذا بدك أستاذ فادي في عندنا هيك دفع ضريبي بإني أنا موجود في الخارج فمش إثبات فلسطينية إنما دعم هذا الصمود الموجود عندنا في الداخل الفلسطيني أو في الفلسطين المحتلة عام 67 أو في مخيمات اللجوء عندنا هيك دافع طبعا هذا لا ينطبق على جميع المغتربين إحنا كما أقولها في كتاباتي أو في محاضراتي دائما حذاري أن نتعامل مع شعبنا بأنه شعب الله المختار لا إحنا الجماعة الأخرى إحنا شعب عادي وطبيعي في عنا من يهتم بالشأن الفلسطيني ومن يبتعد عنه والمغتربين أيضا وطبعا بالنسبة لي أنا كوني بهالموضوع كوني بالسياسي بالاستشارة السياسية بعلم السياسي فبصبح الاهتمام مضاعف إذا مش مضاعف ثلاثة ضعاف فعلا اليوم لما بنتحدث عن تركيبة المجتمع الفلسطيني في الداخل يعني في مناطق الداخل تعامل المؤسسات الإسرائيلية مع هذا المجتمع مع هذا المواطن الذي ما زال محافظ على فلسطينيته الذي ما زال مؤمن بقضيته الوطنية الفلسطينية وحضرتك اللفت كتاب يتحدث عن تعامل المواطن في مناطق الداخل الفلسطيني مع المؤسسات الحكومية وكان هناك مجموعة كبيرة من الاستنتاجات بـ 2018 كيف ترى هذا التعامل وهذه العلاقة أول شي يعني كنظرتي هيك في عندي نظرطين نظرة الفلسطيني المنتمي لهذا المجتمع والفخور فيه والنظرة الثانية كهذا المحلل السياسي العالم السياسي المستشار السياسي مثل ما بتعرف طبعا هذون نظرتين بيختلفوا عن بعضهم البعض النظرة الأولى هي نظرة فيها عاطفية وحرارة وهي نظرة المواطن أنا أختلف عن زملائي بتقييم ما يحصل عندنا في الداخل الفلسطيني ما هو موجود هو عظيم عظيم هذا الصمود الموجود وأنا بذكر أصدقائي وزملائي بأننا كنا جميعا قبل عشر سنوات مش بعيد الفترة اللي كنا نتفلسف ونكتب ونحكي وننظر عن الأسرل اليوم عندنا شباب الوعي الوطني الموجود عنده انتماؤه حتى لو أنه بعض الأمور يقل ولكن هذا الانتماء يعني هاي النظرة إلي بتخليني أكون متفائل للمستقبل نظرتي كعالم سياسي كمستشار سياسي بتقول في عنا وعنا في عنا مشكلة في عنا مشكلة مركبة في الداخل الفلسطيني في عنا مشكلة قيادة وفي عنا مشكلة مجتمع ولكن أختلف أيضا عن الآخرين بأن أنا بقول شعبنا بألف خير بالداخل الفلسطيني عندنا مشكلة نخبة وآمل أنه يسمح إلينا الوقت نتكلم عن هذا الموضوع هذا أهم المواضيع الأساسية بأنه إحنا ما عندنا مشكلة عمي وخالي وستة وإمي وأبوي ما عندنا هاي عندنا مشكلة نخبة القيادة السياسية نحن في دولة في نظام سياسي موجودين خليني هيك أشبهوا بالفطبول بيلعبوا بالدرجة الممتازة حتى تواجه هذه السياسة حتى تواجه هذه البرامج التي تخطط وتعد إليك أنت بحاجة إلى زخم سياسي إلى قدرة سياسية إلى قدرات قيادي من الدرجة الأولى أنا بحب هنا وصحابي جميعا أننا نتحدث دكتوري نتحدث عن القيادة السياسية في الداخل الفلسطيني جميعا ندرك اليوم أعضاء القائمة العربية المشتركة يعني هم من يحمل هم المواطن الفلسطيني بالمؤسسة الإسرائيلية ولكن هذا لا يكفي يعني اليوم 13 شخص داخل الكنيسة يعني لديهم من القضايا ما يكفي وأعتقد أنه مش كل القضايا بتسلط عليها الضولة لأنه في محاربة بالسنوات الأخيرة بشكل كتير واضح من الحكومة اليمينية لكل ما يتعلق بفلسطينية هذا المكان إن كنا نتحدث عن فلسطينية هذا المكان بالأمور العينية أو حتى بالأمور ثقافية مؤخرة على سبيل المثال قانون الولاء فيعني ما بعرف قديش بالإمكان كمان اليوم نيجي ونجلد قيادات سياسية على سبيل المثال لا أبدا أنا ما بجلد لا لا تماما أنا عارف كل الاحترام لهن وطبعا هن بيعطوا بما فيه الكفاية نحن بحاجة ليس فقط إلى القيادة العليا إلى عضاء الكنيسة نحن بحاجة إلى قيادات ميدانية هذه أحد المشاكل إنه التواصل مش موجود التواصل مش موجود بعدين في العمل السياسي إحنا منشتغل في التكتيك أي واحد الشباب بيسأله شو استراتيجيتنا في هذه الدولة الجيل الشاب بيسأل شو استراتيجيتنا بهذه الدولة لأين إحنا بدنا نوصل دولة مواطنيها مساواة كل هذه استراتيجيات جربت على مدار عشرات السنوات أنتجت أو نتيجة نهائية تم إنتاج شيء مقابل لها اسمه قانون القومية نحن الآن كيف ما حكى أينشتين بأنه يعني من الغباء أن تعيد النظرية مرة بعد المرة وتتوقع نتائج مختلفة نفس النظرية ما بتجلب نتائج مختلفة إذن نحن الآن أمام مفترق طرق يطرح علينا السؤال ما هي الاستراتيجية اللجب أن نتابعها في الداخل الفلسطيني لمواجهة هذه المشاريع وأنا برأيي الآن بدأنا نرى ما هي هذه البرامج ولحد الآن لم نصل إلى الشيء الأساسي لأنه ما هو ما سيأتي أعظم وأكبر وأخطر علينا مما سمعناه حتى الآن دكتور حضرتك تعمل في الاستشارة السياسية يعني ونستمع بشكل عام عن مستشار سياسي ولكن أعتقد أنه نسبة كبيرة من المشاهدين نسبة كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني بشكل خاص والشعوب الأخرى بشكل عام لا تعلم من هو المستشار السياسي وماذا يحمل المستشار السياسي وما هي أجندة هذا المستشار نحن فقط نرى القائد ولكن لا نعرف من يقف وراء هذا القائد طبعا أنا ما بلوم الناس بأنه ما بيعرفوا ما هو المستشار السياسي لأنه للأسف الشديد هذا مهني أو هذا أمر مش بس في فلسطيني بكل العالم في كل العالم العربي شيء شبه معدوم إن وجد فهو موجود اسميا وأنا بعرف زملائلي في الدول العربية وفي فلسطين المحتلة وبمواقع أخرى وأنا بتجول بالعالم العربي كثير مع السياسيين اللي أنا مستشار إلهم مع المؤسسات اللي أنا مستشار إلها ولكن هاي الشغلة هيك بعيد الناس ما بشوفوها المستشار السياسي هو إنسان يراقب الحالة عن بعد يعني يفرقنا عن السياسي شيء السياسي دائما بيكون قلبه حامل وراسه حامل المستشار السياسي دائما بيكون عقله بارد وممكن قلبه حامل بس مش بالضرورة هذا هو الفرق الأساسي بإنه نحن ننظر إلى اللعبة من الخارج وهذا هو أنا برأيي من أهم يعني الآن على الأقل مش لأن أنا بشتغل أو بالاستشار السياسي وهذه مهنتي وبشتغل لمؤسسات أوروبية وأحزاب أوروبية وشخصيات أوروبية وألمانية أيضا وشركات ولكن أنا برأيي على المستشار السياسي المسؤولية الكبرى بتوجيه السياسي من الخلف وين بنعدم هذا الموجه هذا المفكر هذا المخطط الاستراتيجي بتلاقي السياسي بتشتغل فقط بالتكتيك عشان هيك إحنا منستقرب الآن أصدقائنا وأحبائنا في القائمة المشتركة فاتوا على دوامة التكتيك يعني بدل ما يكون النقاش الآن بوحدتهم بقوتهم اللي هذا شيء وخطوة عظيمة جدا يباركوا عليها من قاموا فيها ولكن دخلوا بدوامة التكتيك بمعنى شو بدنا نحل هاي المشكلة ونحل هاي المشكلة إلى آخره بدل ما يكون بوحدتهم وضع الاستراتيجية للمستقبل كيف ترى الصورة هيك من بعيد اليوم صورة بداية نحن يبدو أنه مقبلين على انتخابات مبكري دكتور وهناك أحاديث يعني في الفترة الأخيرة تدور حول القائمة المشتركة ومستقبل القائمة المشتركة في يعني الانتخابات القادمة هناك من يتحدث عن استمرارها كقائمة مشتركة هناك من يتحدث عن تكوين قائمتين بدل قائمة وحدي كيف ترى الصورة من بعيد وما هي الاستراتيجيات التي بالإمكان أن تعطى اليوم دعني لا أقول القائمة المشتركة دعني أقول للقيادات السياسية العربية من أجل مواجهة اليمين المتطرف يعني الذي ينتهك حقوقنا يوما تلو الآخر أنا ما بعرف طبعا حسب أي قانون ستجري للانتخابات القادمة ولكن كما سمعت أو كيف نتابع هذه الأمور بأنه القائمة المشتركة كقائمة المشتركة لن يسمح لها أن تنزل بهذا بحسب القانون الجديد بأنه أربع حزاب أكثر من حزبين ما مسموح بأنه يقدموا أو يخوضوا للإنتخابات كالكتل الانتخابية إذن بد يكون هناك نهاية للقائمة المشتركة وتركيب جديد بأي نوع ما بعرف وصعب والآن طبعا عبر التلفزيون ما بدنا نخوض هذه المعركة دعنا ندخل في استراتيجيات يمكن هيك تراها إن كانت قائمة واحدة إن كانوا أكثر من قائمة إن كانوا تنتين أو تلاتي استراتيجيات تراها من أجل يعني كمستشار سياسي محاربة انتهاكات الحقوق المستمرة للمواطن الفلسطيني يعني أول استشارة لازم سياسينا يفهموا بأن الحقوق لا تعطى الحقوق تقف أخذ الامتيازات توزع ولكن حسب القوة علينا أن نأخذ هذه كاستراتيجية واستراتيجيتنا لازم تكون بعيد للأمد كما وأنا عن قصد حكيت هذول المشروعين هذول الاستراتيجيتين اللي تعاملنا فيهن من الثمانة وأربعين حتى الآن المساواة ودولة مواطنيها وهن بالأصل يعني اللي بعرف بالفلسفة بأن هذول أمرين مشابهات إلى بعضهم البعض لا يختلف عن بعضهم البعض إلا بالكلام الاستراتيجية القادمة أنا برأيي يجب أن تكون استراتيجية وجومية أقلها أقلها يجب أن يكون بالتعريف يبدأ بالتعريف نحن اسمنا فلسطيني الداخل وليس عرب إسرائيل نحن الأعضاء الفلسطينيين في الكنيسة وليس الأعضاء العرب هذه مش مزاودي ولا زيادة أنت بتعرف بأنه الهوية العربية لم تكن يوما ما بخطر منذ قيام إسرائيل حتى الآن إنما الهوية الفلسطينية اللي كانت يمارس عليها الضغط وما زال وسيمارس أكثر في المستقبل إذن لن بإستراتيجيتنا يجب أن تكون هذه عمود فقر أساسي فلسطينيتنا يجب أن تكون دورنا موقعنا في هذه الدولة أنا برأيي على الأقل هذول الإستراتيجيتين ما بلقوا دعم من الشعب اللي أصبح أكثر من 60% منه تحت سن الـ 25 علينا بإستراتيجية جديدة بمواجهة اليمين مثل ما تفضلت لا يمكن أن تكون هذه الإستراتيجية دون المطالبة باستقلالية نوعية داخل الدولة ماذا تقصد باستقلالية نوعية أنا أقصد بها على الأقل استقلالية ثقافية لا يمكن لا يعقل لا يعقل بأن أقلية قومية داخل إسرائيل أن يرسم لها برنامج التعليم على الأقل أو برنامج التلفزيون وبرنامج الثقافي يرسم لها من ناس لا تعي ولا تفقى بحضارته ويبقى يأخذ الفتاة يبقى يأخذ الفتاة ولكن كيف بالإمكان نتحدث بالعموم دكتور وتتحدث يعني بكلام جميل جدا ونحن نطمح لأن نصل لهذه المرحلة التي تتحدث عنها ولكن إذا دخلنا أكثر في موضوع الثقافي يعني من أسبوعين أو أعتقد الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن قانون الولاء يعني واليوم وزيرة الثقافة ميري ريجر المعروفة بالمواقف المتطرفة المعروفة بعنصريتها الشديدة جدا قررت طمس كل ما يتعلق بالتقافة الفلسطينية بالمسارح بالمراكز الجماهيرية وهيك خطر ببالها بيوم ما هو بنهار أنه كل نص مسرحي كل عمل ثقافي يجب أن يمر عن طريق الوزارة من أجل الموافقة عليه فكيف بالإمكان محاربة قوة؟ أنا برأيي هذه القوة على فكرة هذه ليست قوة السياسة اللي بتتخذ هيك خطوات هو بتتخذها عن خوف عن ضعف لأنه أصبح الآن في الزاوية هو شايف بأنه الهوية الفلسطينية تتجذر يوما أنتوا اللي بتعملوه ما كنا نحن نشوفه قبل عشر سنوات اللي بنشوفه الآن بحيفة وبالناص اللي ما كنا نشوفه مواجهة هذه السياسة بيكون بأنه نزيد ندعم الهوية الفلسطينية اليوم إحنا ما بحاجة إلى هذا الفتاة الموجود نرفع سقف طلباتنا بذكرك بشغلي قبل فترة كانت أو حكت وزيرة التربية والتعليم على أنه آه بجامعة حيفة أصبح عدد الطلبة أكثر من عشرين بالمئة طلب الفلسطينيين هناك وأحد أعضاء الكنيسة تتصل كان في كلام بناتنا بأنه كيف بدها تكون الرد أنا قلت له علينا الموافقة على قرار هذه الوزيرة آه إحنا أكثر وإنتهي هيك بالتصريح الصحفي تبعتك وأطلب لقاء للصحفيين في الناصرة بعد نصف يوم أو بعد ساعات لتقول إحنا مع قرار هذه الوزيرة صح إن إحنا أكثر بتطلع لنا فقط عشرين بالمئة ولكن لنتكن هذه بكل مؤسسات الدولة يعني نقلب الأمور عمليا إذا هني بهاجموني الهجوم أعمله مش دفاع أحوله إلى هجوم آخر آه صح نأخذ ويكون بكل بكل مؤسسات الدولة دعم الثقافي هوي جدا جيد جدا عنا رؤوس الأموال أصبحت هون في الداخل الفلسطيني كبير جدا ميزانيات المجالس المحلية البلديات يجب أن يتم تعامل معها بطريقة مختلفة التعاون المشترك بناتنا مش التقسيم أنا سمعت تصريحات من عندكم هون من الناصر مبارح مصريحات بما يخص القيادات والمستقبل للعمل السياسي الفلسطيني في الداخل تصريحات موجع وكأنه يعني الحركات الحراكات الشبابية التي تحدثت عنها في البداية دكتور يعني والنهضة التي تكون اليوم من قبل الشباب الفلسطيني في الداخل بالعمل السياسي يعني نرى وعي سياسي جميل جدا ونرى ثقافة سياسية جميلة جدا ونرى مواقف واضحة دكتور يعني قديش ببشر هذا اللي عم نشوفه بالخير في المستقبل القريب يعني وما أنه ذكرنا أنه الشريحة الأكبر اليوم في البلاد هي شريحة الشباب أنا برأيي شيء مفرح جدا هذه قاعدي ممكن البناء عليها من لا يراها ويعمل بالسياسي إنما هو أعمى سياسي أو لا يفقه بعمل السياسي هذا الشباب وهذا البعي الموجود وبهالسياسي أنا لما خرجت من البلاد وأنا ساكن في دير حنة ما كنت أعرف أسمي خمس قرى مهجرة والمصيب الأكبر إنه في قرية دير حنة في مهجرين من أربع قرى وأصدقاء إلي بس ما كنت أعرف أسمي خمس اليوم ابن أخوي في الصف السادس بيسمي عشر قرى من الجليل هذا وعي اليوم طبعا إحنا بعض السياسيين يتعاملوا فيها بزناخة بأنه في علم فلسطيني أو حنضلة على الفيسبوك إلى آخره هذا الوعي السياسي يحتاج إلى قيادي يحتاج إلى نخبة فلسطينية لتعطي الدفعة هذا وقود بحاجة إلى ويمكن هذه الشريحة كمان تحتاج إلى هيك الأخذ بإيدها وأبدا الاستعداد الموجود اللي أنا بشوفه وبتابعه هذا استعداد بفرح كثير جميل وبعطي طاقم أنا برأي السياسيين القيادات السياسية عليها أن تتوجه إلى هذه الشباب هذه الشباب هذه الطاقة ممكن أن نواجه فيها أي عنصرية بكل الإمكانيات وكل الإمكانيات موجودة عندنا ولكن أن نختار النخبة الصحيحة رائع رائع دكتور يعني الحديث معك لا يمال وهيك مش الوقت كتير بسرعة وكان في عنا أكتر من باب بعد كنا حابين نترك شكرا جزيلا على حضورك يعطيك ألف عافي وهيك إحنا بحاجة يمكن دائماً لنصلت الضوء على كل سلسطيني موجود في كل بقعة بهذا العالم ويحمل مخزون بداخله من أجل النهوض بمجتمع صحي أكتر وصالح أكتر شكراً دكتور رائع فحسين الله شكراً يعطيك ألف عافي شكراً شكراً مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من شوب البلد لهذا المساء ما تنسوا تتابعونا عبر كل صفحاتنا على السوشال ميديا فيسبوك تويتر تطبيقاتنا عبر الأب ستور والأندرويد قناتنا الرسمية عبر اليوتيوب مساواة شانل ومساواة شانل دوت كوم موقعنا الرسمي هناك مكانك تشوفوا كل الحلقات لكل البرامج المسجلة موعدنا بتجدد كالمعتاد الخميس المقبل بنفس الزمان ونفس المكان حتى الملتقى لكم نزمن تحيفة إذا غيره إلى اللقاء